إنما الذي ننساه أنه نحن لا نأكل الطعام إنما نأكل الشحنة التي ترافق ذلك الطعام بمعنى؟ بمعنى أكيد أنه سأكل جيدا وسأنتفع بذلك الأكل إذا كان في مناخ جيد وإذا كان مع إنسان أرزاح له أطمئن إليه فآكل معه بسمته آكل معه نظرته آكل معه طيببته آكل معه كلامه الطيب حفوته إنسانيته وكل هذه الأحوال وأكيد أن طعامه مهما كان هذا الطعام سينفعني ولن يضرني أبدا ولكن إذا أكلت بعجالة وأكلت في وسط لا أفتح له ونحن نعرف في بعض الأحيان ألاحظ بعض المطابخ يعني الريستوران في أماكن قادرة وفي أماكن حتى الكلام الذين يسمعوا فيها كلام قبيح تحس بالقرف ومع ذلك الإنسان إنما يرمي ولا يدري أحيانا تأكل مع منافق أحيانا تأكل مع من يبغضك أحيانا تأكل مع كلمة تغرني مع كلمة تحقير مع كلمة كذا أكيد أن هذا الأكل لن ينفع الأكل له رمزية كبيرة جدا خاصة في عالميا وفي بلدنا أكيد له رمزية فضعة جدا ومع الأسف لم نرق بعد إلى هذه الشحنة المهمة التي نتناول فيها طعامنا وإذا عدنا للطفل خاصة في إقبالها على هذا العالم الأم والأسرة تلعب دورا مهما في هذا الباب فأكيد أن الطعام ربما بودت هذه المرة في سن ربما بلية مراقبة سن متقدم جدا لنتصور لنتصور راضيعا لأن الطعام بدأ بالسدي بالسدي الأم وهنا الأم أركز على دور الأم في هذا الباب كثيرا فأركز على الأم التي تعطي فديها ببسمة براحة بحب بشوق لذلك الرضيع بمسؤولية أيضا ببعد النظر بدون من بدون تجميل وباهتمام يعني بالوقف أن توقف نفسها معه أو ترضعه بالتغرني هنا بيت القصد هنا منك القصد ترضعه أينما كان حتى في الطبيس حتى في كذا ولا ننتبه لماذا ما يأكله لأنه الثدي هنا ليس المقصود هو الطعام فقط المقصود هو بناء نفسية وشخصية ذلك الطفل فماذا نعطي للطفل مع ذلك الثدي ثم مشتقاته فيما بعد عندما يغير الثدي بالطعام بكذا قد تستمر الحكاية نبقى في هذه المقصود